تحيكون شرف لينا وحب المناسبة يكرمكم شوف أنا الفكرة التاعي وشنو هي ماذا بيا حاببون الحجرائي سيجي جيبوا معكم البرانس الفكرة التاعي أنكم انتوما كيما استرتوا المسلمين كيما استرتوهم نعم احنا حبينا نستركهم حيين إن شاء الله اللهم ربنا مير وهذا البرانس جابهم الشيخ شمس الدين خصيصاً لكم أكيد شل أستاذ إن شارك معنا أنت أنتوما سي واحد هناك السيب ثاني إن شاء الله تكون هذه المبادرة اللي قمنا بها وكانت من فكرة الشيخ سمستدين إن شاء الله تعجبكم شكراً بارك الله فيك شيخ الله يحفظك وعبيباك بارك الله فيك نحن نشكركم بارك الله فيك شيخ الله بص حبيبو بص حبيبو شاك معنا الله ينورك نحن مبادرة طيبة وجميلة شيخ نشكرك عليها شكراً جزيلا بارك عندي نداء إذا ممكن يعني طبعاً حبيت ندير نداء لوزير الشؤون الدينية من العيب ومن العار أننا ندخل إلى مقابر النصارى واليهود نصيبوها إنقية لحشيش مسقم نضافة كل قبار بالرقم انتاعه كل شيء منضم وندخلوا إلى مقابر المسلمين الأزبال الصحاحر كل بليا طيحة على المقبرة المنحرفين المنحرفين السكرجية القاعة على الشراب يعني والله أنا خايف الموت يحسبوني يوم القيامة يا وزير الشؤون الدينية تدخل قطاع المقابر في حاجة إلى تنظيم سلم هذا القطاع إلى العلماء سلموه للعلماء العلماء هم يعرفوا الأحكام المتعلقة بالقبور الأخت عائشة تصوري ستين سنة استقلالة وزارة الشؤون الدينية إلى الآن مدارج أحكام زيارة القبور في مطوية باللغة الفرنسية والعربية والإنجليزية إلى يومنا مش دارنا إن شاء الله ندائك يلحق شيخ الوزير الشؤون الدينية ونشكركم كثير أنتم كذلك مرة أخرى شكرا جزيلا لكم مشاهدي نحن متواصلين معكم